بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الرياضة المالية الوحدة السابعة الدفعات المتساوية المنتظمة الدفعة هي مجموعة من المبالغ المتساوية تستحق لفترات متساوية يمكن تمثيل الدفعة بالرسم بأن نمثل عدد من الدورات المتساوية من حيث الزمن عددها N وهناك مبلغ مقداره PMT يتكرر مع كل دورة يعني في كل دورة من الدورات اللي عددها N هناك مبلغ قيمته PMT إذن عندما يكون لدينا مجموعة من المبالغ المتساوية وهذه المبالغ تستحق لفترات متساوية نقول أن هذه هي الدفعة الدفعة نوعين في عندنا ما يسمى بالدفعة العادية وهي تلك الدفعة التي تستحق مبالغها في نهاية الفترات المتساوية بمعنى آخر المبلغ الأول يستحق مع نهاية الدورة الأولى المبلغ الثاني يستحق مع نهاية الدورة الثانية المبلغ الثالث يستحق مع نهاية الدورة الثالثة والمبلغ رقم N يستحق مع نهاية الدورة N حينئذ نسمي هذه الدفعة بالدفعة العادية إذن هي التي تستحق مبالغها في نهاية الفترات النوع الثاني اللي هو الدفعة الفورية الدفعة الفورية هذه الفترات إلى N تمام؟ المبالغ تأتي مع بداية الفترات المبالغ تأتي مع بداية الفترات ففي الفترة الأولى هناك مبلغ لكن يأتي في بداية الدورة الأولى هذا المبلغ الأول يأتي في بداية الدورة الأولى هذا المبلغ الثاني يأتي في بداية الدورة الثانية وهكذا إلى أن نصل إلى الدورة رقم N المبلغ رقم N يأتي مع بداية الدورة N لاحتساب جملة الدفعات العادية نستعمل الصيغة Future Value Annuity Regular تساوي Payment لهو المبلغ الآن هنعرف الرموز مضروبة في NR زائد PMT مضروبة في R مضروبة في NR ناقص 1 على 2 في NR خلينا نشوف معنا هذه الرموز حيث FVAR Future Value Annuity Regular جملة أو القيمة المستقبلية لدفعة عادية جملة الدفع العادية أو القيمة المستقبلية لها PMT هو مبلغ الدفع الدوري NR اللي هو عدد الدورات NR عدد الدورات R معدل الفائدة الدوري وبالتالي يمكن فهم يعني فهم هذه الصيغة على أن جملة الدفع العادية هي عبارة عن مبلغ الدفعة في عدد الدفعات تمام؟ مبلغ الدفعة في عدد الدورات أو عدد المبالغ هذا بيمثل إيش؟ هذا بيمثل القيم المستثمرة القيم المستثمرة أما المبلغ الجزء المتبقي فهذا بيمثل الفائدة هذا الفائدة وهذا إيش؟ المبلغ أو المبالغ المستثمرة طبعا إحنا دائما في الدفعة عندنا أكثر من مبلغ يعني ما منتكلم عن قيمة واحدة تمام؟ ولذلك سميناها PMT على أنها متكررة بالنسبة للدفعات الفورية الجملة الدفعة الفورية future value annuity due يعني حالة حالة أو مستحقة تمام؟ PMT تساوي PMT في NR زائد PMT في R في NR زائد 1 على 2 مضروبة في NR حيث أن future value annuity due هي جملة أو القيمة المستقبلية جملة أو القيمة المستقبلية لدفعة فورية PMT مبلغ الدفعة الدوري NR عدد الدورات أو عدد المبالغ وR هو معدل الفائدة الدوري مثال رقم 13 يودع شخص مبلغ 2000 ريال في نهاية كل شهر ولمدة 9 شهور في حسابه في أحد البنوك بمعدل فائدة سنوي 6% خلينا نحاول نحلل معطيات هذا السؤال يودع شخص مبلغ 2000 ريال هاي الـ 2000 ريال هل هي مبلغ وحيد تم إيداعه ولا مبلغ يتم إيداعه في نهاية كل شهر هو مبلغ يتم إيداعه في كل شهر في نهاية كل شهر إذن هذه دفعة متساوية وتودع في نهاية فترات متساوية يعني ينطبق عليها تعريف الدفعة المتساوية المنتظمة مبالغ متساوية ومدد بين المبالغ متساوية طبعا المدة الكلية هي تسع شهور إذن عدد المبالغ وعدد المدد N R يساوي تسع شهور ويساوي أيضا تسع مبالغ بمعدل فائدة سنوي R يساوي 6% بس المشكلة معدل الفائدة هون إيش قال لك سنوي معدل فائدة سنوي تمام بينما PMT شهريا في نهاية كل شهر والمدة أشهر إذن بالنسبة للمبلغ شهري ما عندنا مشكلة بالنسبة للمدة الكلية أشهر أيضا ما عندنا مشكلة لكن المعدل هنا سنوي يجب أن يتم تعديله حتى نقدر نحصل على المطلوب وهو المطلوب طبعا هو Future Value لا Anuity Regular هذا هو المطلوب احسب جملة حساب هذا الشخص يعني بالرسم خلينا نمثل هاي Zero هاي واحد هاي اثنين هاي أشهر ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عدد الدورات الكلي تسع دورات تسع شهور في نهاية الشهر الأول عندي ألفين في نهاية الشهر الثاني عندي ألفين 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 في نهاية كل شهر ألفين في نهاية كل شهر في نهاية كل شهر هناك مبلغ مقداره ألفين هذه المبالغ تستثمر حتى نهاية الدورة التاسعة أو الشهر التاسع بمعدل فائدة سنوي تمام اللي هو كم ستة في المية لكن طبعا عشان نقدر نطبق القانون رح نحول هذا المعدل إلى معدل شهري فبنيجي منقول R تساوي ستة في المية هذه عن سنة إذن عن شهر اقسم على 12 تساوي طبعا هيطلع الناتج 0.005 يعني يساوي نص يساوي نص في المية يساوي نص في المية ستة في المية عام 12 تعطيك نص في المية حل المثال مثل ما قلنا PMT تساوي 2000 NR تساوي 9 R يساوي 6% سنويا ويساوي نص في المية شهريا Future Value Annuity Regular عوض PMT مضروبة في NR زائد هاي PMT مضروبة في NR زائد PMT مضروبة في R بس R لازم تكون ايش لازم تكون بنفس الدورة لازم تكون شهري في هذه الحالة طبعا مضروبة في ايش مضروبة في NR ناقص ناقص واحد على 2 مضروبة في NR هاي الصيغة التعويض بهذا الشكل هذا معدل الفائدة الشهري وهذا هو التعويض في الصيغة الناتج 18,360 ريال لاحظ انه المبلغ PMT يساوي 2000 اذا قلنا انه 2000 تقول الى 18,000 يعني الناتج مش منطقي يعني هي مش 2000 واحدة ليست 2001 وانما هي 9 مبالغ قيمة المبلغ الواحد 2000 فبيطلع اصل المبلغ 18,000 لانه 9,000 18,000 الفائد المضاف 360 يعني هذه القيمة 2000 في 2009 بيطلع 18,000 و2000 في 5% في 9 ناقص 1 على 2 في 9 هي عبارة عن 360 او الفائدة المضاف طيب مثال 14 يودع شخص مبلغ 2000 ريال في بداية كل شهر ولمدة 9 شهور في حسابه في احد البنوك بمعدل فائدة سنوي 6% طبعا المطلوب احسب جملة حساب هذا الشخص في نهاية المدة هذا المثال بيختلف عن مثال 13 بانه المبالغ تودع في بداية كل شهر اذا المطلوب هو جملة دفعة فورية طبعا نفس المعطيات اللي هي PMT مبلغها 2000 والزمن اللي هو NR يساوي 9 شهور والمعدل يساوي 6% سنويا ويعادل نصف في المية نعم نصف الواحد في المية لكل شهر طبعا الحل بالتعويض في صيغة تمام هذه المعطيات مثل ما قلنا المطلوب future value annuity due اللي هي القيمة المستقبلية للدفعة الفورية أو المستحقة هذا أصل المبالغ 2000 ضرب 9 وهذه الفائدة المستحقة على المبالغ الناتج النهائي هو 18450 250